Exercise 2 1 page 28 Number 1 complete 4 over 16 equal cam over 4 equal 6 over what and so on هنا عندي equality between more than one ratio ratio مكتوبة as a fraction يعني يبدأ اسمه proportion هو equality between 2 or more ratios to get الدوتس الاولانية دي اللي هي over 4 اللي هو اسمه third term بالكروس ملتبليكيشن يبقى 4 by 4 divided 16 هيطلع equals 1 يبقى proportion term تلع بول طب ثالث fraction اللي هو 6 over dots دي ده اللي هو بجيبه عن طريق fraction الاولاني ليه لان لو غلطت في fraction اللي في النص مش مشكلة مش هبقى الغلط متكرر يعني فانا بجيبه من الفراكشن الاولاني اللي هو الجيفن اللي عندي يبقى بجيبه ازاي برضو بالكروس ملتبليكيشن يبقى 6 by 16 divided 4 هيطلع بـ 24 رابع fraction بجيبه برضو بالكروس ملتبليكيشن يبقى 10 by 16 divided by 4 هيديني 40 اخر fraction كروس ملتبليكيشن برضو يبقى 4 by 64 divided 16 كله عن طريق first fraction اتفقنا ليه؟ علشان لو فيه اي غلطة في اي fraction من اللي انا جبتهم فالغلط ميبقاش متراكم يبقى مرة واحدة بس غلط انقص درجة او نص درجة غير ما انقص كل الدرجات اللي عندي اجين نفس الطريقة بجيب كله عن طريق first fraction اللي هو 6 over 15 to get third proportional term اللي فوق 20 روس ملتبليكيشن يبقى 6 by 20 divided 15 هيطلع equals 8 اوكي third fraction بجيبه برضو من first fraction اللي هو 6 over 15 يبقى 15 by 15 divided by 6 هيطلع equals 37.5 ده اسمه fourth proportional term طيب الرابع fraction عايزين third proportional term فيه برضو عن طريق cross multiplication يبقى 6 by 30 divided by 15 هيطلع equals 12 اوكي اخر fraction برضو عن طريق first fraction اللي هو 6 over 15 fourth proportional term يبقى ازاي بالcross multiplication يبقى 14 by 15 divided by 6 هيطلع equal 35 اوكي كلو من الفرست fraction number 3 برضو 1.3 over 6.5 1.3 over 6.5 to get الدوت اللي فوق 15 اللي هو third proportional term عن طريق cross multiplication 1.3 by 15 divided by 6.5 هيطلع 3 اوكي اوكي ما جيش اجيب بقى من 3 over 15 اللي انا طلعتها لان ممكن اطلع بدل ما اطلع 3 مسلا كنت طلعتها 2 عالكالكوليتر وغلط فكل ال fractions اللي انا هجيبها بعد كده هتطلع غلط نعم انا ما انا باجيب directly من اول fraction ال given اللي هو من ديهولي يبقى هعمل cross multiplication 1.3 by 7.5 divided by 6.5 هيتطلع لي 1.5 تالت fraction برضو cross multiplication مع اول fraction يبقى 2.75 by 6.5 divided by 1.3 هيتطلع 13.75 اخر fraction برضو بنفس الطريقة cross multiplication 1.3 multiply 12 divided by 6.5 كله من اول fraction هيتطلع لي 2.4